نروح بقى لقرية بسه خبر ده لطيف صراحة لطيف في ايه؟ أنا بحب الناس بجد تعمل رياضة اعملوا رياضة بأي طريقة يعني أنا بدايك كتير مثلا لما يقولوا شوف لبس ايه وبيعمل رياضة البس اللي انت عايزه بس اعمل رياضة لانه الاهم انك تلعب رياضة انا عايز اروح معاكم لقرية دمسنة تبع دمسنة دي تبع الايه؟ اتايل بارود فين؟ في محافظة البحيرة طبعا مباراة كرة قدب مع قدامة اللعابين بالقرية قرروا ان هما الاتنين يلعبوا قدام بعض فارتدوا في وقتها بقى لبسه صديري جلبيب يعني شايفين هيل جلاليب عاملة ازاي؟ لطيفة واجواء مبهجة جدا مهم همشو هما يبقوا لبسين ايه؟ هي كانت الفكرة ان هما يلعبوا وطبعا اللبس كان يعني فيه احتفال كده يعني بلبسوهم الطبيعي الجلبية الطبيعية والسديري ويلا يعني شايف الصورة اللي هو حلعب بالجلبية واجيب الجن ولا يهمني مش مهم المهم ان هما يلعبوا الحماس والصور الحقيقة وهي موجودة مش طبعا ياهو جلبية وبنطلون وسديري مش مهم المهم ان هما يلعبوا بشكل جميل الحقيقة استخدموا اللي نظاموا المباراة استخدموا ايه؟ استخدموا عربية كارو احسان ينقلوا اللعيبة والله حاجة لطيفة والله حاجة لطيفة واجواء لطيفة جدا فنقلوهم لأرض الملعب ما هو شيء طبيعي انت موجود في القرية الكارو يعني العربيات الكارو دي حاجة طبيعية والجلبية ما كانها طبيعي ونقلوا كمان نقلوا اللعيبة اللي تم اصابتهم في العربيات دي لكن في النهاية تم تصوير المباراة من زوايا كتير وكاميرات حديثة والحقيقة اجواءها كانت لطيفة جدا شعب مصري بيعشاء الكورة ويلعبها بالجلبية والسديري وفي اي مكان الاجواء حلوة وده ما خفيف والفكرة اكتر من رائعة هي فكرة انه يلا نلعب يلا نعمل رياضة فييجي عدد من اللعيبة القدامة وكل واحد بقى انا كنت بلعب في الدفاع لا انا اللي في الهجوم لا انا اللي اقدر انا جول كيبر فرجع اسلام لينا استاذ اسلام كلمني عن الصور المبهجة اللي انا شايفها احنا عندنا مشكلة في الشبكة يعني معلش يبدو ان هو في نطاقة يعني مش شبكة فيه مش قوية ولكن زي ما انتم شايفين الصور حتى فيه ناس يعني عندها وزن بس عندها رياضة يعني ولا هميمهم ودي اجواء حلوة يعني اولا يعني عايزة عمر رجع لنا فيه صورة كان فيها شباب صغير بصوا الشباب الصغير برضو حيبقى مبسوط جدا وهو شايف الجيل الكبير بيلعب كورة وبيعافر ورياضة حلوة ودي فكرة حلوة ولو بقت موجودة في اماكن كتير طبعا دول اللاعبين قدامة ويمكن منهم حد كان يعني عنده شبه كده يعني بيلعب وموجود فطبعا ده كانت اجواء لذيذة ويبدو نديكت اجواء عيد رياضية على طريقة ايتي البرود يعني فحاجة لذيذة ولطيفة والناس اتبسطت فيها بشكل كبير تاي